أهم النصائح للحامل في الشهر الثامن تابعوني لمعرفة التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بيكم في القلاصة طيوم بتشعر العديد من الحوامل بتوتر في الثلثة الثالثة من الحامل الاقتراب موعد المولادة علشان كده هنتعرف في الفيديو ده على النصائح للحامل في الشهر الثامن وحاجات تانية يجب تجنبها خلال الشهر الثامن بس قبل ما نبدأ لايك واشتراك وتعليق جميل عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من أهم النصائح والحاجات اللي المفروض الحامل تعملها في خلال الشهر الثامن ارتداء الجوارب الضغطة للتقليل من أعراض الدوالي زي الحكة أو الألم أغذى قسط من الراحة عند الحاجة أو عند الشعور بالتعب والحصول على القسط الكافي من ساعات النوم الاعتناء بالصحة النفسية والتخلص من التوتر القيام بالتبارين الرياضية المختلفة زي السباحة للتخفيف من ألم الضهر الاكثار من تناول الخضروات والفواكه والأجزاء الغنية بالألياف والاكثار من شرب السوائل خاصة الماء لتجنب الإصابة بالبواسير استخدام الكمدات السلجية أو الدافئة لتخفيف ألم البواسير اتخاذ الوضعية المريحة والمناسبة عند النوم واستخدام الوسائد الخاصة بالحم تناول كميات كافية من الصعرات الحرارية القيام بالتبارين جيجل لشد عضلات الحوض منع لحدوث الثلاث البولي استخدام المكملات الغذائية الغنية بالحديث وبكده نكون عرفنا أهم النصائح للحامل في الشهر الثامن إيه الحاجات اللي المفروض الحامل تتجنبها خلال الشهر الثامن؟ عدم التدخين وتجنب التواجد في أي تجمع بيحتوي على الدخين تجنب تناول اللحوم النية والباردة والأجبان الغير مطبوخة عدم الحفاظ على نفس وضعيته الجلوس لساعات طويلة تجنبا للشعور بألم الضهر الابتعاد عن التوتر والعوامل اللي بتسبب الألق للحامل تجنب النوم على الضهر لتقليل من خطر نقص تدفق الدم إلى الرحم والجنين عدم الصفر إلا بعد الحصول على موافقة الطبيب خاصة في حال وجود بعض المضاعفات زي الإصابة بتمزق الأخشاء المبكر اللي بتعايد عن فضلات القطط عدم تناول الأسماك اللي بتحتوي على كمية كبيرة من الزبق زي سمك الكرش وسمك أبو سيف عدم إهمال صحة الأسنان واللسة لأن عدم الاهتمام بصحة اللسة والأسنان خلال الحامل بيزيد من خطر الولادة المبكرة تجنب استهلاك المأكلات والمشروبات اللي بتحتوي على الكافيين تجنب القيام بأي تمارين رياضية إلا بعد الحصول على موافقة الطبيب عدم وضع هزام الأمان على البط لكن يجب خفضه إلى الأسفل قليلا وبكده نكون عرف نصائح للحامل في الشهر الثامن وإيه الحاجات المفروض تتجنبها لكن في بعض الأعراض لو ظهرت عليك لازم تروح للطبيب فورا زي موجود أي نزيف مهبلي الشعور بالغصيان المستمر والقيق تورم في الوجه أو اليدين زيادة الوزن بشكل مفاجئ الشعور بألم في الرأس مع ضبابية في الرؤية تغيير في طبيعة أو كمية حركة الجنين نزول ماء الولادة دون الشعور بأي تشنجات الشعور بتشنجات مع وجود ألم أتمنى أكون قدرت أبسط لكم الموضوع بشكل بسيط وسهر الفيديو القادم بإذن الله عن أعراض الحمل في الشهر الثامن وإزاي تتعامل معها علشان كده أشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وعملوا لايك وتعليق علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة